الحمد لله تم توزيع السيولة على كافة فروع المناطق التوزيع السيولة كان على النحو التالي 40 مليون دينار لمنطقة الزاوية 80 مليون دينار لمنطقة طرابلس في حدود 14 و 15 مليون لمنطقة مصراتة كذلك المناطق الأخرى تم توزيع على السيولة كل فروع بمعيئة إدارة فروع المنطقة حيث أن مصر في الجمهورية لديه 6 مكاتب لتقديم الخدمة اللي هو منطقة مكتب طرابلس يعني بتقديم الخدمات كافة الخدمات لفروع منطقة طرابلس اللي تتراوح حدود 55 فرع كذلك منطقة زاوية ومنطقة جبل انفوسة ومنطقة الجنوب ومنطقة بنغازي فنحاول مصر في الجمهورية كاستراتيجية ورؤية أنه يتقدم في الخدمات الإلكترونية ويخليها يقتناها كل المواطنين بداية مصر في الجمهورية بتقديم الـ Point of Sale وبعدين نزلنا أبليكيشن مصرفي بلس اللي خلال الفترة القليلة قادمة يسمح لزبون المصرف في تحويل أمواله عن طريق الأبليكيشن سواء كانت لحسابات أخرى أو لحساب محفظة تداول أو محفظة سداد حيث تم توقيع العقود برمنا عقود مع شركة تداول وشركة سداد واليوم قبل الاجتماعنا مع أبيكم كانت عندي مقابلة مع إدارة التداول اللي هي عندهم شبكة رصيد اللي متوزع لكافة ربوع ليبيا حب مصر في الجمهورية أن يقدم الخدمة بالتعاون مع شركة تداول حتى يصل كل خدمات المصرفية لكافة ربوع ليبيا سواء كان في أقصى الجنوب أو أقصى الشمال أو أقصى الشرق لازم نقدم خدماتنا بالتعاون مع متعاونين استراتيجيين أو شركات استراتيجية سواء كانت تداول أو سداد تداول اللي هي عندها رصيد شبكة رصيد والمدار عندهم شبكة سداد وحن عندنا البيو السمتانة فنحاول بقدر الإمكان اللي عندنا واللي عند التانيين لازم نقدم الخدمة متنوعة بشكل يتناغم مع سمعة مصرف الجمهورية وحجم مصرف الجمهورية حيث هذه الخدمات تدلل صعاب لبعض زباين المصرفة المتواجدين في أقصى الجنوب برغم أن مجهودات إدارة التسويق والشباب إدارة التسويق الحمد لله ولله الحمد تم تركيب عدد يتجاوز 80 مكينة في خلال شهرين في منطقة الجنوب والآن في صدد تركيب 79 مكينة الحصيلة ستكون 159 مكينة إن شاء الله في خلال نهاية الشهر هذا وقدمنا بما أن المناطق الجنوبية وفي بعض فروع مصرف الجمهورية ما تتعاملش بمنظومة فليكس كيوب المنظومة المتعرف عليها في مصرف الجمهورية قاعد عندهم التطوير تدريجياً أنها مصرف الجمهورية في حدود 160 فرع ما جيش في يوم وللا نغير ما يكن 160 فرع فالعملية تدريجية ما يكننا عدد 2 فروع في منطقة سبها اللي هو وكالة الكشاف ووكالة برغن وعندنا بعض الفروع الثانية حبينا نقدموا خدمة البيوس لكافة الزباين ما نجيش لي فرع ميكن عند البطاقة يقدر يقتني بها والفرع الثاني اللي مش ميكن ما يقدرش إنه هو يقتني السلعة بالبطاقة فمصرف الجمهورية وإدارة البطاقات مشكورين جداً قدموا خدمة بطاقات مسبوقة الدفع اللي تم بيحها في منطقة الجنوب حوالي 24 ألف بطاقة ومنطقة الوسطى اللي هي الجفرة وسرط وهون وسوكنا وزلة بيعناها في حدود 18 ألف بطاقة ومنطقة أو 16 ألف بطاقة ما حضرنيش الرقم مزبوط ومنطقة بنغازي كذلك هذه البطاقات عددها في حدود 110 ألف بطاقة تم توزيحها لكافة الفروع الغير مميكنة حتى يستفيد زبون هذه المنطقة من اقتناء السلعة عبر البطاقة اسوة بالزبائن الفروع اللي فيهم البطاقة الصديقة اللي هي هذه وحاولنا نزيد ونوطد العلاقة بينه وبين زبون ونكسبو زبوننا وقعنا عقود مع شركة تداول وشركة سداد حتى نبسط عليه زبون المصرف من تقديم الخدمة وتسهيل اقتناء سلعتها بأيسر الطرق وهذا استراتيجية وضعينها على أساس نبو مصرف الجمهورية أو المصرف اللي عاملة في ليبيا هذه رؤية مصرف ليبيا المركزي نحاول أن ننتجه من العمل التقليدي إلى العمل الإلكتروني لما له من سلاسف الخدمات بدل من الزبون يجين إلى المصرف ويطلب شيك ويطلب حواله ويطلب كده من أبليكاشن خاص بالمصرف بلس مصرف بلس يدخل على الأبليكاشن يقدر يحول أمواله وهو في بيتها يحول أموال يحول المحافظة الرقمية سوى سدادة أو تداول وعلى شكلتها يمكن فيه شركات أخرى متقدمين على حصولهم على مثل هذه الخدمات وهذا كله راجع إلى تطبيق مقولة رضا العميل وهذه الجودة ما تجيش إلا عن طريق تقديم وتسهيل الخدمات لكل الزبون من بيتها دون الرجوع إلى المصرف هذا مما سيؤثر إجابا على المصرف النيل تجي يقدم في خدمات أخرى لما نلقذ بونا نيراضي ونقعمز في بيتها أنه يحول من حسابه إلى محفظة أو من حسابه إلى حساب آخر دون العنى والرجوع إلى المصرف هذا مما سهل نقلصنا العبو عليه إدارات الفروع والموظفي الفروع حتى يقوموا بقدمات أخرى تليق بصمعة مصرف الجمهورية وهذا منطر محولة ونطمنا وتدريجيا الأمور ماشية بالشكل للمسار الصحيح أوروبا ضررت النافعة نقص السيولة خلانا نلتجوا إلى الخدمات الإلكترونية هذا حافظ للمصرف أنه يقدم مصرف الجمهورية الآن عنده 2800 تقريبا 2800 آلة بيوس على أطراف ليبيا كلهم سواء كان في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب أو في الشمال ومنطقة جبل إنفوسة بعنا من خلال إطلاق هذا العمل بحدود مليار و800 مليون هذه المليار و800 مليون كان المصرف متوجب عليه أنه يوفرها سيولة للناس لكن في النذرة السيولة وقلتها تم تقديم هذه الخدمة سهلت على المصرف وسهلت على الزبون بأنه يقتني سلعتها دون الرجوع للمصرف وهذا ما نتمنوا له وحاولنا وحرصنا كل الحرص على أساس ما تكونش فيه زيادة ما بين الكاش والبطاقة والحمد لله والحمد خلال الفترة الأخيرة اجتزنا هذه المرحلة ونحس فيها هي نقطة بؤرة نجاح ممتازة جدا على أساس أنها تساوت البطاقة بقيمة الكاش على أساس في السابق كانت البطاقة السلعة بنقتناها ب10 دينار بالبطاقة بتاخذها مرات ب12 دينار فالحمد لله تم الضغط عليه أصحاب المحلات التجارية وتوفير كل السبل للراحة في تحويل الأموال متحم سواء كان في حالة حصولنا على السيولة نعطوا للتجار السيولة متحم بحيث نحن لا نبوش يتصير ضغط عليه الزبون ترجمة نانسي قنقر